قررت الحكومة إرجاء العمل بتسعيرة المشتقات النفطية لبعض المشتقات الرئيسية لشهر تموز المقبل وذلك إلى حين الإعلان عن آلية تسعير المشتقات التي تعهدت الحكومة بالإفصاح عنها بكل شفافية ووضوح وتبعاً لهذا القرار فقد أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية بقاء سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز المقبل بـ 815 فلساً للتر وبنزين أوكتان 95 بـ 1050 فلساً للتر وسعر مادتي الصولر والكاز بـ 615 فلساً للتر وبقي سعر استوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانيرا للإستوانة في حين تم تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطية لتعكس الارتفاع العالمية في أسعارها وعلى الرغم من العبء المالي المترتب على هذا القرار فإن الحكومة أكدت أنها ستتحمل تبعاته عبر إجراءات تتعلق بضبط الإنفاق مع التأكيد على عودة لجنة تسعير المشتقات النفطية إلى العمل بالتسعيرة الشهرية بدءاً من نهاية شهر تموز المقبل قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود على تسعيرة شهر تموز بمقدار 7 فلسات لكل كيلو وات ساعة لتصبح 24 فلساً واستثنى القرار المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو وات ساعة وأبقت الهيئة في قرارها على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو وات ساعة كما قررت اعتباراً من يوم غد تطبيق بند فرق أسعار الوقود على المشتركين في نظم مصادر الطاقة المتجددة لغاية توليد الطاقة الكهربائية لتغطية الاستهلاك الخاص على صاف كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة والمصدرة إليها جددت الحكومة الأردنية تأكيدها على استمرار اتصالاتها الدبلوماسية مع كل المعنيين للتوصل إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى الجنوب السوري ويضمن تأمين المساعدات اللازمة للمدنيين النازحين داخل الأراضي السورية عبر مؤسسات منظمة الأمم المتحدة فقد نشر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها إن الأردن لا يستطيع تحمل تبعات الأزمة وحده هذه مسؤولية على المجتمع الدولي أن يتحملها التقرير التالي يستعرض آخر التطورات في منطقة درعا جنوب سوريا موقف لا يحسد عليه الأردن الذي يواجه ضغوطا كبيرة في الملف السوري على الصعود كافة فبين فكي كماشا أمن الحدود الشمالية والآثار الاقتصادية لنزوح اللاجئين تحاول الدبلوماسية الأردنية الموازنة بين التداعيات والمستجدات إذ تعكف المملكة التي تفصلها الحدود عن محافظة درعا على تسهيل المحادثات بين فصائل المعارضة وروسيا بشأن اتفاق يعيد الهدوء لجنوب سوريا ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي وقع قبل عام بين عمان وموسكو وواشنطن وزير الخارجية أيمن الصفدي من جهته وجه انتقادا للمشككين بدور الأردن الإنساني عبر تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن الأردنيين فتحوا قلوبهم وبيوتهم ومدارسهم للأشقاء السوريين ومضون في تقديم كل ما نستطيع لمليون وثلاثمائة ألف شقيق بيننا ولمساعدة المدنيين في الجنوب على أرضهم مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه الأشقاء في سوريا في اتفاق خطة التصعيد حماية المدنيين الحفاظ على الوحدة سوريا الحفاظ على التماسك سوريا على الأرض بثت تلفزيون السوري إرساله السبت من بلدة داعلة بشمال غرب محافظة درعا وذلك بعد أن قبلت الفصائل المعارضة باتفاق يقضي بالانسحاب ودخول الجيش السوري إلى البلدة إلى ذلك انضمت ثمان بلدات على الأقل في محافظة درعا في جنوب سوريا إلى مناطق التهدئة أو ما تطلق عليه دمشق مناطق المصالحة بموجب مفاوضات تولتها روسيا فيما تستمر الغارات على جبهات أخرى في المنطقة وسط تكهنات بعدم قبول المعارضة بشروط المفاوضين الروس مثل تلك المتفق عليها في الغوطة الشرقية والتي تقضي بمغادرة المقاتلين مع أسرهم إلى أراض خاضعة للمعارضة في إدلب شمال غرب سوريا أو القبول بعودة سيادة الدولة ما يفتح الباب المأساة السورية على مصراعيه فيما إذ تكررت سيناريوهات بعض المحافظات التي شهدت أحداثا دامية وتتابعون بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من نبض البلد تناقش ملف الحدود الأردنية السورية وأزمة اللاجئين والتطورات في الجنوب السوري وإلى خبر آخر فقد أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن تم إقرار تلك التعليمات من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ السادس والعشرين من حزيران الجاري ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وذلك بشكل سنوي وفقا لمنهجية معتمدة من مجالس إداراتها ويتم من خلال هذه المنهجية تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية بالإضافة إلى المنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة بدأت اليوم امتحانات شهادات الدراسة الثانوية العامة التوجيه في دورتها الصيفية للعام الحالي حيث تقدم 105.932 طالبا وطالبة للامتحان في جلساته الأولى وزارة التربية والتعليم دعت جميع كوادرها إلى توفير الأجواء المناسبة للطلبة أثناء الامتحان والحرص على الالتزام بالتعليمات النظمة رؤية رصدت أجواء الامتحان في يومه الأول لنتابع حوالي 146 ألف طالب وطالبة يتقدمون الامتحان الثانوية العامة لدورته الصيفية الحالية التوجيه وبحسب جدول الامتحانات تتقدم الفروع الأكاديمية والصناع في أولى الجلسات بمباحث الرياضيات وإنتاج حيواني للزراع وللاقتصاد المنزلي رسم وتصميم بدأ امتحان الثانوية هذا اليوم في جميع مناطق المنكة في تمام الساعة العاشرة صباحا وكانت كل التجهيزات على أتم الاستعداد ومكتملة حيث المراقبين مدراء القاعات الأسئلة كافة التجهيزات كانت على أتم الاستعداد وتم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة في جو مريح للطلبة في جو فيه تعامل بسلاسة مع الطلبة أراء الطلبة تباينت حول الامتحان وأشهد بعض الطلبة في مستوى الامتحان من حيث المدة المخصصة لحل الأسئلة وطبيعتها لا الحمد لله مني الحمد لله نشكر الله كان يعني سهل مستوى سهل يعني كويس كثير صعب ومش سهل بالمرة فيه أسئلة بتعجق الطالب هذا الامتحان كان يعني احنا نعجقنا وروح والله الامتحان يعني سهل ممتنع في مستوى يعني يجى فيه أسئلة سهلة مثلا هذا السؤال شبه بنحنش لديك يعني ألف طريقة وألف آيو هذا السؤال أسئلة منطقية وكان يعني فيه وقت منيح وممتاز يجى من الموضيع الكتاب سهل كان سهل والوقت مناسب الامتحان كان كثير سهل والوقت يعني كافي ويعني كل ياته من المنهج جاء وكل ياته من أسئلة الكتاب الامتحان كان كثير سهل والأسئلة من المنهج والوقت كان كافي الامتحان كان نص نص ما يلاس سهل أكثر ووقت الامتحان كان بده كمعان شوي يعني ما كفة كثير ما حسيت أنه بقدر أكمل بهذا الوقت يذكر أن صيفية التوجيه للعام الدراسي الحالي نهاية نظام الدورتين ليبدأ العمل على نظام الدورة الواحدة في العام الدراسي المقبل 2018-2019 ومواصلة الاعتماد على 1400 علامة كمعيار للخروج من مرحلة الثانوية العامة عدم وجود معايير للسلامة العامة في الحي الشرقي في محافظة إربد يعرض حياة الأهالي للخطر فالشارع الرئيسي الذي يمر في الحي وتقع بمحاذاته حديقة ومدرسة شهد عدة حوادث دهس السكان طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلتهم التي باتت تؤرق أولياء الأمور يشكل الشارع الرئيسي في الحي الشرقي في مدينة إربد خطرا على السكان الذي يصيفونه بشارع الحوادث لتقرار حالات الدهس التي تقع فيه بشكل يومي تقريبا حيث أكد سكان المنطقة بأنهم يعيشون بفزع دائم لما يحصل في شارعهم من حوادث سير وأعمال تفحيط في المركبات المشكلة بالشارع هذا أنه بالوساع الموجود إذا أنكم شاهدينه بالكاميرا هنا يعني تفحيط سيارات كثير وبالإضافة أنه يعني الشارع بغرهم كونه وساع بعملوا تفحيطات كثير وحتى سيارة تتعرضت للضرب وغالب الأحيان لما بيطلعوا الأولاد بيكثروا الأولاد الحارة بعد عند المغرب سيطلعوا البسكليتات بقولوا على الكرسي هنا براقب السيارات بهدي لبهدي بس للأسف أنا بحكي مع الشرطة وبيجوا مشكورين بس لكن لما بيجوا بقولوا الأمور كلية منتهية الأهالي طالبوا بوضع مطبات مناسبة وبمواصفات عالية الجودة في الشارع الرئيسي للعمل على تخفيف السرعة خاصة أن هذا الشارع يضم مدرسة أطفال أساسية وحديقة عامة هذا اللحي يشهد عدد تقاطعات ومصلبات خطيرة تسبب حوادث وخصوصا في شارع توريس اللي بتواجد فيه حديقة للأطفال زائد مدرسة أساسية يكثر عليها الحوادث وسط غياب لأجهزة السير والأجهزة الأمنية ورقباء السير طالبنا أكثر من مرة الأجهزة المعنية بضرورة توضع مطبات إلا أن هناك إجراءات روتينية وبروقراطية في بلدية إربد عاجز منذ سنة عن وضع مطبات أمام أخطر تقاطع عاجز راح المدرسة السير في كل مسرعة رئيس المجلس المحلي لمنطقة الروضة أشار إلى أن بلدية إربد الكبرى ستعمل على إيجاد ما يلزم لتأمين السلامة العامة في المنطقة حيث تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشارع وما يلزمه من أعمال لتأمين السلامة والحفاظ على حياة المواطنين الآن جاءنا شكاو من الأهالي المواطنين والشوارع ما شاء الله عريضة وقامت بلدية إربد بتزفيد وتعبيد هذه الشوارع لكن اللي بيعانوا منه الآن في خمس تقاطعات من الحديقة للمدرسة تقاطعات خطيرة جداً وبحاجة لمطبات حتى توقف الحوادث لأنه يومياً بيصير على هذه التقاطعات حوادث مميتة وقاتلة فأحنا بناشد إخواننا في قسم السينة والتنفيذ سرعة التنفيذ المطبات في هذه المنطقة أهالي الحي الشرقي في مدينة إربد ينتظرون الجهات المعنية والمسؤولة بتأمين معايير السلامة العامة وإيجاد حل بأسرع وقت ممكن شيع الفلسطينيون في مدينتين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة جثماني الشهيدين الشاب محمد فوزي الحمايدة والطفل ياسر أمجد أبو النجا الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الكبرى يوم أمس الشهيد الطفل ياسر أبو النجا جرح حي نازف ترك أثره في الساحة الغزية عقب استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوحشية أدت إلى استشهده على الفور أثناء مشاركته في فعاليات مسيرة العودة يوم أمس التي خرج إليها مطالبا بحقه وعاد منها محملا جسدا داميا وقد غادرته الروح قالوا طفل مجهولة لوية بقولوا يا الله يصبب أحله فتطلع كده على التمينك بقولها دول أواعي ابني اطلعوا دعمبته من أواعي سبت قول للقاعدين للجابتي واختي شو بيني تأكديني هذا ياسر لهم تقول لي آه ساو عايته يقولوا آه مالله ياسر لما بجنبايك كل وجه بايع شكت مصوتي بايع طفل بسمع في مسير العودة بسمع أننا أرض بدنا نرجع لها بروح ياسر هناك مع الأطفال مع اللهاد بروح يتفرج بروح يشوف ايش به ياسر لم يقترب من الحدود لم يقترب من الحدود كل اللي كانوا شاهدين عيان قالوا ياسر لم يقترب من الحدود بجنازات مهيبة ودع الغزيون شهدي الأمس إلى مثواهم الأخير يسيرهم ألم وغضب وتهديد ووعيد بالانتقام لدمائهم الزكية وبمطالبات تدعو لفتح تحقيق دولي بانتهاك حقهم في الحياة هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة لذا فإنه عندما يقتل أطفالنا لا يمكن أن يكسر إرادتنا لذا الشعب الفلسطيني شعب ولاد وأن مسيرة العودة الكبرى مستمرة وأن دماء ياسر أبو النجا إنما هي وقود لهذه الطريق الذي يسير الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أهدافه بالحرية والعودة شهدان و415 إصابة كانوا ضحية استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى عدد رفع الحصيلة الإجمالية للشهداء والمصابين إلى أكثر من 135 شهيدا وما يفوق الـ 15 ألف إصابة حتى اللحظة في تطور خطير جعل من التعامل الطبي مع الأعداد المتسارعة أمرا مستحيلا فاق قدرة القطاع الصحي في غزة منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني لليوم العاشر على التوالي اعتصاما في تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة وذلك تنديدا بقرار الاحتلال القاضي بهدم الخان وتهجير سكانه التقرير التالي والتفاصيل لأن المعاناة واحدة وسبل مواجهة مخططات الاحتلال متشابهة وصل بدو العراقيب من النقب المحتل حاملين معهم تجاربهم النضالية في وجه التهجير القصري لإخوانهم عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة قرية العراقيب هدمت 130 مرة لكنهم تمسكوا بأرضهم وتصدوا لقرارات المصادرة والاقتلاع في كل مرة منها قرية العراقيب هي إحدى 46 قرية عربية بدوية في النقب لم تعترف بها الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الكيان عام 48 حتى اليوم أبقونا تحت ما يسمى قرية غير معترف بها بطبيعة الحال كل مبانينا غير مرخصة كلها خارجة عن القانون بنظريتهم لكن نحن أصحاب الحق نحن أصحاب الأرض وهذا ليست نظرية إنما واقع وحقيقة سينتصر الحق على الباطل وصاحب الحق زي ما قالوا عندنا جسار والقوة تزول والحق يبطأ مسلسل النكبات بحق التجمعات البدوية وصل إلى عرب الجهالين حيث أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا بهدم التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة وعلى رأسها تجمع الخان الأحمر لاستكمال المشروع لاستيطان الأخطر E-1 هذا القرار جعل أبناء التجمع يعيشون حالة من الترقب والقلق والخوف المستمر الإسرائيليون لا يريدون تجمعات البدوية في محيط أو في غلاف القدس لتمرير مشروع E-1 الاستيطاني لهذا المشروع يجب إزالة جميع التجمعات علما أن التجمعات البدوية هذه موجودة قبل نكسة 67 نحن موجودين قبل قدوم الاحتلال لهذه المنطقة نحن موجودين في هذه المنطقة هذه أرض فلسطينية وإحنا على أرضنا في شيء شيء يعني أنت ما بتخيرني أنه هذه أرضي ما بتخيرني أن أنا أترك أرضي وأروح لأرض ثانية هذه أرضي وأنا راح أتم فيها حتى لو هديت اليوم راح أبني هديت بكرة راح أبني وهديت بعد راح أبني وأتم هان رغم بساطة حياتهم البدوية وخصوصيتها إلا أنهم لم يسلموا من حقد الاحتلال وعنصريته فهذا التجمع يعاني ألم التهجير من جديد لأجل بناء مستوطنة ستقضي على الحضارة البدوية بالكامل من تجمع الخان الأحمد البدوي آية الخطيب رؤية مع دخول فصل الصيف يبدأ على مدى نحو 30 يوما موسم الحصاد الذي يعتبره سكان القرى في ريف الضفة الغربية عرسا شعبيا يضاهي موسم الزيتون لكنه موسم تنغصه اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التقرير التالي والتفاصيل يسيطر اللون الذهبية على طول الشارع الرئيسة الممتد فاصلا بين سهول قرية الساوية جنوب نابلس المحتلة وبين بيوت القرية إنعكاس الشمس يمنح المنظر الأفقي جمالية لا يضهيها جمال آخر يزيد الصورة جمالا وجود العائلات موزعة داخل السهول وبين سنابل القمحة نحن عائلة أنا وزوجتي وأولادي وصاحب التركتر أبو أكرم جمال الخطيب أيضا ابن أكرم كمان وأولاده معنا في الموسم يساعدون في الدراس عائلة أبو عبد الله هنا تملك الأرض وتملأها حياة كل الأفراد يشاركون في موسم الحصاد مساهمين في حماية أرضهم من امتداد مستوطنة عيلي خربين من مستوطنة عيلي وهيها أمامنا الحدود اللي بسموها أمنية وإلهم أطماع كبيرة في هاي الأرض بيحاولوا إنهم يبعدون عنها بأي شكل من الأشكال والمحصول السنة يعني إنتاجه أقل بكثير من المعتاد بسبب الآفي اللي إحنا من عالمينها كثيرا وهي الخنازير البرية اللي بيطلقوها اليهود بشكل متعمد يمتاز موسم الحصاد منذ القدم بأنه كالعرس الفلسطيني يجمع العائلة على مائدة واحدة بين سنابل القمحة كان زمان هذا الموسم يلتم عليه جميع العيلي يتعاونوا عليه الناس يرددوا قصائد وأناشيد تحمس وتشجع الحصادين كان كل شيء يتم بشكل يدوي الحصيد كانت تتم بشكل يدوي والدراس كان يتم بشكل يدوي والذراء اللي هو فصل القمح عن التبن كان يتم أيضا بشكل يدوي حتى النساء ما زلنا يتمسكن بدورهن التقليدي في مساعدة الرجال جنبا لجنب في موسم الحصاد المهم الواحدة تكون مثلا جنب جوزة وعشان أولادها يتعلموا كيف يتمسكوا بأرضهم يتعودوا على الجد والاجتهاد برضو كل شيء هنا اختلف وتغير عدى الأجواء الأسرية فكل العائلة هنا يجمعهم حب الأرض والصمود في وجه الاستيطان والمحصول الذي يكفيهم حتى الموسم القادم للحصاد رغم التقدم التكنولوجي واستبدال الوسائل والأساليب التقليدية اليدوية بأخرى عصرية إلا أن موسم الحصاد ما يزال عرسا شعبيا فلسطينيا يجمع العائلة على الصمود في هذه الأرض في وجه شبح الاستيطان الذي ينتظر أن يترك الفلسطيني أرضه ليصادرها من قرية الساوية إلى الجنوب من نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى القضاء أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين دون تفرق أفرادها ما قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح بها سابقا إلى التفاصيل قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقية هذا لسان وحالي نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم من المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعد قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال البالغين الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي بمن فيهم طالبوا اللجوء القرار سابقه قرار بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل سبع بذريعة العداء للاحتلال لكن وراء الأكمة ما وراءها إذ يشير محللون بأن خطوة البيت الأبيض بالانسحاب من المجلس كانت تمهيدا لارتكاب خلوقات أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها عديمة الإنسانية تتمثل باحتجاز قاصرين وأفصلهم عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين من الدول الحدودية للولايات المتحدة في الوقت نفسه أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى القضاء أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق أفرادها لكن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموحة بها سابقا يأتي ذلك بينما تسعى إدارة ترامب جاهدة لتهديئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين وأمام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأمريكي والخارجي وقع ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لوقف إجراءات فصل العائلات لكنه لم يعلن أي تدابير محددة للعائلات التي فصلت ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية والشرعية على حد سواء من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة عرف باتخاذ قرارات لم تلقى شعبية ولا قبولا دوليا ويقف في وجه الفقراء المعدومين الفرين من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات وهربا من اضطرابات أخرى في دول أمريكا الوسطى بعد نحو 12 ساعة من المحادثات الشاقة توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة وتعزيز الحدود فبعد أن كان الحديث عن ضرورة المشاركة وتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية بحصص عادلة تفق الزعماء الأوروبيون على أن استقبال المهاجرين سيكون على أساس تطوعي وعلى إنشاء مراكز داخل دول الاتحاد للتعامل مع طلبات اللجوء أبرز ملامح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في حوض البحر المتوسط في هذا التقرير ألاف المهاجرين قضوا غرقا في البحر المتوسط الذي يشكل بوابة الدخول إلى القرى الأوروبية لأولئك الذين يحاولون الهربة من النزاعات والإضطهادات والفقر وبشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط تيار الهجرة الرئيسية مروا حاليا عبر الطريق المركزي للمتوسط حيث تستخدم ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى وبشكل خاص غرب أفريقيا والقرن الأفريقي بالإضافة إلى نقاط أخرى كالجزائر والمغرب الطريق المركزي للمتوسط هو الأخطر على الإطلاق إذ يموت مئات الأشخاص سنويا في محاولة لعبور المتوسط بواسطة مراكب صيد مكتفة أو زوارق مطاطية يؤجرها مهرب البشر وأزمة المهاجرين واللاجئين الحالية شهدت تدفقا لا سابقا له لأكثر من مليون مهاجر عبر الطريق الشرقي للمتوسط حيث يعبر هؤلاء تركيا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان وجنوب بلغاريا إلا أن اتفاقا مثيرا للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي أبرمى عام 2016 أدى إلى إغلاق هذه الطريق المزيد من الأخبار نرصدها في جولتنا حول العالم ومنها محكمة مصرية تمدد أجل النطق بالحكم فيما يعرف بقضية اعتصام رابعة لأسباب أمنية والرئيس الأمريكي ينفي عزمه الانتحاب من نظمة التجارة العالمية مددت محكمة جنايات القاهرة أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم اعتصام رابعة والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرون بينهم قياديون في الجماعة ومؤيدون لها أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني رسميا استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان بعد وقف لإطلاق النار اقدر حتمديده لكن الحركة رفضت ذلك لكنه أكد استمرار جهود السلام التي دعا طالبان إلى الانضمام إليها نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية التي كان قد وصفها في الماضي بأنها غير عادلة فرضت كندا رسوما بقيمة 16 مليار و600 مليون دولار كندي على منتجات أمريكية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكنديين استهدف هجوم انتحاري للمرة الأولى المقر العام لقيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمسة وسط مال ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى الطفل عيسى الشريف الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ألقى خطبة يوم الجمعة في أحد المساجد في محافظة مأدبة ليصبح أصغر خطيب وإمام في الأردن وليتمنى أن يجد من يأخذ بيده على خطى الأوائل المعروفين بالفصاحة والخطابة برزت موهبة الطفل عيسى الشريف في فن الخطابة وتلاوة القرآن الكريم في سن مبكرة قبل أن يتم الرابعة من عمره واليوم وفي أحد أجمل مساجد مأدبة من حيث الهندسة والتصميم وكأول مسجد يسمى باسم المسيح عليه السلام صدخ الطفل عيسى بصوته الشجي وأما جموع المصلين في صلاة الجمعة وأتبعها بدرس عن مخاطر المخدرات هناك إبداعات عند الطلبة لا يمكن إكتشافها إلا من خلال مراكز القرآن الكريم أو بعض حلقات التعليم التي تظهر فن الخطابة أو الإلقاء وهذه فرصة صعيدة أن نسمع اليوم ونلتقي بفتاة يحسن الخطابة بشكل رائع جداً وبلغة سليمة وهذا شيء إن شاء الله يساعد ويشجع جميع الشباب والفتيان بإذن الله أن يكون لنا خطباء بالمستقبل والدعاء بإذن المميزين أسرة عيسى التي أخذت على عاتقها أن تنمي وتسقل وتوفر كل الأسباب التي من شأنها تطوير هذه الموهبة الموجودة لدى ابنهم ثلث سنوات ونص بلش يحاول يخطب في الناس وأي بعض الإشي أربع سنين كان أول خطبة له على المنبر وبلش يصلي بالناس بعدها عمر خمس سنين ونص إحنا نمي لانوا إياها بس هو اللي بلش كان يحب هاي الموهبة وشارك هلا بعدة مبادرات شبابية ترسم البسمة على وجوه أطفال محاربي مرضى السرطان والأيتام وكونت ضف في عدة برامج ولقاءات تلفزيونية وإذاعية وبحب أصير لما أكبر دكتور ألبو خطيب وهو يشق طريقه نحو العلم والاستزادة في اللغة العربية يتمنى أصغر خطيب في الأردن أن يجد من يأخذ بيده ويعلمه وينمي موهبته أكثر وأكثر وفي محطتنا الأخيرة نتوقف وبلا تعليق مع هذه المشاهد واللقطات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة